أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية حشدي مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ وفي كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة والمنعقد في بكين شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصاديات الناشئة لمواجهة التحديات وعلى رأسها التغير المناخية وقال مدبولي أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدما بأجندة التنمية والمناخ وقال مدبولي أن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية تعد نموذجا فعالا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية للتعامل مع قضايا التكيف المناخية